دكتور مصطفى مدبولي كمان التقى مبارح الدكتور جيمس واني إيجا نائب رئيس جنوب السودان في ختام أعمال الدورة الأولى لللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان وتم التوقيع على مذكر التفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل بجنوب السودان وكمان مذكر التفاهم أخرى لتنمية التجارة والصناعة بين البلدين ترجمة نانسي قنقر